إنه البرزخ لابد أن نسلط الضوء على عالم البرزخ وحينما نسلط الضوء على البرزخ فإن الحديث عن عذاب القبر سيكون جزءاً من هذا الموضوع المضمون الإجمالي للسؤال ماذا يجب أن نعرف عن عذاب القبر يجب علينا أن نعرف ما حدثنا القرآن وحدثتنا العترة الطاهرة هذا هو الذي يجب علينا إنها الثقافة الغديرية القرآن المفسر بتفسيرهم والحديث المفهم بقواعد تفهيمهم تحدث القرآن بنحو واسع عن البرزخ قد تستغربون هذا لأن ثقافتكم القرآنية ما هي بثقافة غديرية إنها ثقافة السقيفتين سقيفة بني ساعد وسقيفة بني طوس ثقافتكم القرآنية ثقافة سقيفية لو كانت ثقافتكم القرآنية ثقافة غديرية لن تستغربوا من قولي من أن القرآن تحدث بنحو واسع عن عالم البرزخ قطعا لا أستطيع أن أغطي كل ما تحدث عنه القرآن وتحدثت عنه العترة بهذا الخصوص في حلقة واحدة هذا موضوع مفصل يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج دليل المسافر برنامج موسوعة في هذا الموضوع متوفر على الشبكة العنكبوتية وإذا سنحت فرصة في قادم الوقت سنعيد بثه على هذه الشاشة إنه أحد برامجي التي قدمتها ببث مباشر على شاشة القمر فيما تقدم من الأيام أعود إلى القرآن القرآن ذكر البرزخة في سورة المؤمنون في الآية التاسعة والتسعين بعد البسملة من سورة المؤمنون وما بعدها جاء الحديث عن عالم البرزخ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ فصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في فناء هاتين الآيتين يتجلى حديث القرآن عن البرزخ ومن أنه يبدأ ما بعد الموت وينتهي عند حدود يوم القيامة ومن ورائهم من وراء موتهم من وراء هؤلاء الموت ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم إلى آخر الآية الكريمة البرزخ في اللغة حاجز مانع فاصل وسمي عالم ما بعد الموت بعالم البرزخ لأنه فاصل وحاجز وواقع فيما بين عالم الدنيا وعالم الآخرة من هنا جاءت التسمية بالبرزخ البرزخ هو فاصل وحاجز وقد استعمل القرآن البرزخ بهذا المعنى في آيات أخرى في سورة المؤمنون الحديث عن عالم البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون هذا هو البرزخ الذي تحدث عنه القرآن من جملة مفرداته عذاب القبر في سورة الفرقان في الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة استعمل القرآن كلمة البرزخ بمعنى العازل الفاصل وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج مرج البحرين أطلقهما أطلق البحرين في مجاريهما وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخ عازلا وحجرا محجورا البرزخ هو العازل الفاصل الفاصل بين العذب الفرات والملح الأجاج وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخ وحجرا محجورا في سورة الرحمن أيضا استعمل القرآن البرزخ بنفس هذا المعنى في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها مرج البحرين يلتقي بحسب تأويلهم لقرآنهم الحديث هنا عن علي وفاطمة علي وفاطمة بحران من العلم عميقان مرج البحرين أطلق البحرين في مجاريهما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بحسب تأويل العترة البرزخ رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين بحسب تأويل قرآنهم وقرآنهم هذا لا يعلم تأويله إلا الله وهم صلوات الله عليهم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ هناك مقام فاصل مقام حاجز إنه إنه سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله الخلاصة الخلاصة البرزخ هو الفاصل هو الحاجز هو الذي يقوم بين مقامين مختلفين فجاء فجاء الاستعمال القرآني للبرزخ بهذا المعنى في سورة الفرقان وفي سورة الرحمن أما في سورة المؤمنون فإن البرزخ هو عالم ما بين الدنيا والآخرة الذي عذاب القبر مفردة من مفرداته عالم البرزخ بحسب القرآن وبحسب حديث العترة عالم واسع وواسع جدا وأنا لا أريد أن أفصل الحديث في كل الدقائق والصغائر قلت لكم يمكنكم أن تعود إلى برنامج دليل المسافر كي تطلع على الكثير من الحقائق سأجمل الكلام هنا الذين يموتون وينتقلون إلى عالم البرزخ ينقسمون إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وهم الأكثر الذين سيذهبون إلى مقابر النوم إنهم النائمون الذين يلهى عنهم كما تقول الأحاديث الشريفة وهم لا يسألون لا يسألون في قبورهم لا يتعرضون لسؤال منكر ونكير هؤلاء ومن 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 إنهم الذين محضوا الإيمان والذين محضوا الكفر كل بحسبه والموضوع فيه تفصيل كثير الذين يسألون هم الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر وبالإجمال الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر هم الذين قامت عليهم الحجج قطعا هؤلاء مراتبهم كثيرة الذين قامت عليهم الحجج واستجاب لها هم الذين محضوا الإيمان والذين قامت عليهم الحجج وما استجاب لها هم الذين محضوا الكفر الذين محضوا الإيمان مراتبهم كثيرة باختلاف عقولهم باختلاف نواياهم باختلاف أعمالهم والذين محضوا الكفر كذلك مراتبهم كثيرا هؤلاء الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر ستكون كل مجموعة منهم على قسمين قسم يذهب إلى القبور الجنانية والنيرانية الأحاديث التي تقول من أن القبر إما أن يكون روضة من رياض الجنان وإما أن يكون حفرة من حفر النيران هذه القبور الجنانية والنيرانية وهناك جنة البرزخ جنة عظيمة وهناك جهنم البرزخ قسم من الذين محضوا الإيمان إنهم أصحاب المراتب العالية يذهبون إلى جنة البرزخ وقسم من الذين محضوا الكفر يذهبون إلى جهنم البرزخ جنة البرزخ جنة البرزخ صورة من جنة الآخرة تتناسب مع عالم البرزخ وجهنم البرزخ صورة ومرتبة من مراتب جهنم الآخرة تتناسب مع عالم البرزخ قطعاً هناك عذاب في القبور النيرانية وقطعاً هناك عذاب في جهنم البرزخية من هنا قلت لكم من أن عذاب القبر مفردة من مفردات عالم البرزخ فعالم البرزخ إذن فيه مقابر النوم لأكثر أبناء البشر وفيه القبور الجنانية والنيرانية لجمع من الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر وفي عالم البرزخ أيضاً جنان البرزخ ونيران البرزخ وقد تحدث القرآن عن كل ذلك نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أراد أن يكون في جوار نبيه وجوار علي وفاطم صلوات الله عليه وعلى آلهم الأطيبين فلا يدع زيارة الحسين بن علي وعن الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أحب أن يكون مسكنه الجنة ومأواه الجنة فلا يدع زيارة المظلوم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله تبارك وتعالى جعل ملائكة موكلين بقبر الحسين فإذا هم الرجل بزيارته واغتسل ناداه محمد صلى الله عليه وآله يا وفد الله أبشروا بمرافقتي في الجنة مقابر النوم إنها مقابر الذين سينامون نومة طويلة إلى وقت مشارف القيامة في سورة المؤمنون في الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين هؤلاء الذين استيقظوا بعد نومة طويلة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين لأن الأرض قد بدلت قد تغيرت نحن في عرصات القيامة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا ما يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين العادون الملائكة يقولون للذي يخاطبهم فاسأل العادين الذي 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 يخاطبهم عن الله سبحانه وتعالى هذا هو خطاب الله لهم كم لبثتم قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلاً إن لبثتم إلا قليلاً بحساب الله لو أنكم كنتم تعلمون الآية تتحدث عن مدة حياتهم في الأرض قال إن لبثتم إلا قليلاً إنها الفترة التي عاشوها وكذلك الفترة التي قضوها في نومهم قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون لست بصدد الدخول في تفاصيل الآيات لكن الآيات واضحة من أنهم لم يكونوا على علم بالمدة التي ناموها هكذا قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ما كانوا يستشعرون شيئاً حينما كانوا في مقابر النوم هؤلاء هم أكثر الناس من سورة المؤمنون أذهب بكم إلى سورة الإسراء إنها الآية الثانية والخمسون بعد البسملة يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده يدعوكم إلى عرصات القيامة يخرجكم من قبوركم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إن لبثتم إلا قليل هذا الحديث عن النائمين وهم أكثر البشر يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليل لأنهم كانوا في نومة طويلة عميقة لم يكونوا يستشعرون شيئا هؤلاء هم الذين يلهى عنهم هم النائمون في مقابر النوم قد تسألون ما هو مصيرهم في يوم القيامة مصيرهم بحسب استجابتهم للحجج التي ستقام عليهم ستقام عليهم حجج في عرصات القيامة والبعض منهم سيحاسبون على حالتهم التي كانوا عليها في الدنيا لو أن الحجج قد قامت عليهم هل سيستجيبون أو لا الحديث هنا عن مقابر النوم فقط لأنني إذا دخلت في التفاصيل فسأحتاج إلى العديد من الحلقات يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ومن سورة الإسراء إلى سورة طه وإلى الآية الثانية بعد المئة بعد البسملة وما بعدها يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة هؤلاء من النائمين وهم مجرمون لكنهم لم يكونوا في مستوى من محض الكفر يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة لقد حددوا وقتا محدودا معينا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوم إن لبثتم إلا عشرة يتحدثون عن أجزاء من اليوم عن ساعات من اليوم إنهم يتخافتون فيما بينهم يهمس بعضهم لبعض وهذا الوصف يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا هؤلاء هم أشياع زريق وزريق عنوان لقاتل فاطمة هكذا حدثتنا العترة الطاهرة أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة يتحدثون عن أجزاء يتحدثون عن ساعات من الوقت نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة أفضل من يفكر فيهم ماذا يقول إن لبثتم إلا يوم لأنهم كانوا نائمين لم يكونوا يستشعرون كانوا في مقابر النوم ومن سورة طه إلى سورة النازعات إلى الآية الثانية والأربعين بعد البسملة من سورة النازعات وما بعدها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها هكذا هم يستشعرون كأنهم يوم يرونها إنها القيامة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها مثل ما مرت علينا الآيات قبل قليل يتوقعون أنهم ناموا عشرا من الساعات عشرا من أجزاء الوقت كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها إلى سورة يونس إنها الآية الخامسة والأربعون بعد البسملة من سورة يونس ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين هذه مقابر النوم أكثر البشر سيقبرون فيها بعد موتهم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم هؤلاء هكذا يستشعرون من أنهم ناموا ساعة من النهار ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ومن سورة يونس إلى سورة الأحقاف وإلى آخر آية فيها وهي الآية الخامسة والثلاثون بعد البسملة فاصبر 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 كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الآية واضحة جدا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون هؤلاء هم النائمون في مقابر النوم ومن سورة الأحقاف إلى سورة الروم إنها الآية الخامسة والخمسون بعد البسملة وما بعدها ما بعد هذه الآية ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة المجرمون من النائمين فأكثر النائمين من المجرمين قد تقولون من أنني قلت من أن الحجج لم تقم عليهم لم تقم عليهم مثل ما قامت على الذين محضوا الكفر ومحضوا الإيمان الحجج قائمة على الجميع لكن قيام الحجة أمر نسبي فحينما قلت من أن النائمين هم الذين ما قامت عليهم الحجج ما قامت عليهم الحجج التي قامت على الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر هؤلاء قد استكملت كل الحجج بحقهم أما النائمون فأكثرهم من المجرمين وأقيمت عليهم حجج لكن لا بمستوى الحجج التي أقيمت على الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر هذا هو الفارق ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون يؤفكون يصرفون عن الحق يخذلون بسبب سوء نياتهم إنه قانون قانون التوفيق والخذلان ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث منذ أن خرجتم من الدنيا منذ أن أصبحتم موتا لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون لماذا لأنهم كانوا نائمين فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولا هم يستعتبون ولا يطلب منهم أن يقوموا بأي شيء لأجل إرضاء إمامه لأجل إرضاء الحاكم في يوم القيامة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون هذا التعبير لبثوا كم لبثوا هو نفسه الذي جاء في سورة الكهف حينما استيقظ أصحاب الكهف من نومتهم التي زادت على ثلاثة قرون في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الكهف وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم إنه الإحساس نفسه فالآيات المتقدمة التي حدثتنا عن الذين سيبعثون يوم القيامة وهم يتوقعون أنهم ناموا يوما أو بعض يوم من أنهم ناموا ساعة من بعد موتهم إنهم النائمون في مقابر النوم أكثر البشر أكثر الناس الحالة هي هي مرت على أصحاب الكهف وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه بورقكم إنها الدراهم الفضية التي كانت معهم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما وقالوا له جئنا بالتمر لأنه طاهر ما صنعه كافر فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا لا يشعر بكم أحد إنها قصة أصحاب الكهف السؤال هو السؤال أذهب بكم إلى سورة ياسين وإلى الآية الحادية والخمسين بعد البسملة وما بعدها ونفخ فصور إنها مشارف القيامة ونفخ فصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون هم ينسلون من أجداثهم من قبورهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانوا نياما يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا كانوا نياما ونفخ فصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا المرقد هو مكان النوم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر